خلال جلسة نقاش أقيمت في واشنطن وشارك فيها صحفيون وخبراء العلاقات الأمريكية الأوكرانية أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي على أهمية مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات رباعية النورماندي المقبلة وذلك بهدف وضع خطة واضحة للسلام في شرق أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم خلال الجلسة بحث المشاركون عدة قضايا من بينها العدوان الروسي على أوكرانيا والدعاية الإعلامية الروسية وانتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة بالإضافة إلى الاحتجاز غير القانوني للأوكرانيين في السجون الروسية وطرق حل النزاع بين البلدين أعتقد أن عملية السلام في الدنباس تسير ببطء قدر نحو 15 ألف أوكراني ونحو مليون وخمسمائة ألف آخرين هجروا والكثير من الناس يصيبوا روسيا هي المعتدية بانتهاكها زيادة أوكرانيا تصرفات روسيا تلحق الأدى بالآخرين ولم تكن هناك أي تستفزازات لها يجب عليها سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية التي غزتها ترجمة نانسي قنقر